يعني احنا شايفينك دلواتي على سكرين حاجة لذيذة جدا يعني انت عايشتنا في المود وعايشت احنا شخصيا كنا مبسوطين واحنا شايفينك وعايشتنا في مود الألات كمان اللي دخلك في المودة ولا ده انت يعني حكي لنا هل ده الكاركتر بتاعك ولا الاحتفالية بصلا دخلتك في مود تحل وإن اللي حصل خلينا في البداية اوضح نقطة انا ما كنتش عارف اصلا الاحتفالية الاجنتة بتاعتها ماشية ازاي انا كنت طالع لايف وانا ما كنتش عارف الفقرة اللي جاية من التانية ايه فانا كنت زي زي المواطن وزي المتطوع وزي اللي بيتفرج على الشاشة هو كل الموضوع ان احنا بنقول لو بنتكلم طبيعي وكالورجيك احنا بنقول ان البني ادم علشان تصير فضوله اغنية او اعجابه فيه تلت بنود او تلت عوامر رئيسية هو الكلام بتاع الاغنية هو المغني بتاع الاغنية هو التراك لو فيه حاجة من التلاتة دول مفقودة الشخص مش هيصير في دوله الحاجة دي فنفس الوقت احنا استبدلنا ده في لغة الاشارة كمترجمين وكناس مختصة في الموضوع ان احنا نوفر لغة الشفايف دي مهمة جدا ان احنا نوفر لغة الاشارة الاكاديمية صح ان احنا نوفر تعابرنا والبادي لانجودش بتاعنا صح عشان نوصل للإحساس انا مثلت ده بطريقتي وقدرت ان انا مش مثلته كتمثيل انا مثلته كإشاريا وكلغويا في ان انا قدنت الحاجة دي وانا حاسسها لو انا ما حسيتش انا من وجهة نظري انا كبشوي لو انا مش حاسس بالحاجة اللي انا بقدمها صح اللي قدامي مش هيحسها مني ولا هيفهمها مني صح يعني احنا مش طلعين يعني الجزء هو ده روح الترجمة عايز تقولك بزرح احنا بنترجم بننقل الروح احنا هنا بنغنيف احنا هنا بننقل الروح مش طلعين ان احنا مثلا لمجرد غرض معين لا لو حد ركز هيلاقي ان قبل الاغنية بشوي كان شكل مختلف خالص يعني انت لو بتنقل حاجة تانية خالص هيبقى مودك مختلف تماما وده بالفعل حصل في المؤتمر ان حتى في كلمة الرئيس في كلمة يعني الناس اللي كانت بتقدم الحفلة والمزاعين والزملاء كلهم لا الناس لما كانت بتتكلم احنا بننقل للموضوع بشكل رسمي احنا في حدث على قد ما هو خيري على قد ما هو ان الدولة المصرية بتدعمه على قد ما هو تحالف وطني بيدعمه كتف في كتف ودولة مصرية كاملة ايما عشانه ففي الاول وفي الاخر احنا مش جاينا عشان ناخد تريند زي ما بيقولوا ولا جاينا عشان نطلع على الهوى نعمل رأسة او نعمل حاجة معينة فيعني سبحان الله والله الواحد طالع من جوه متوكع ان هو يعني هو خلاص هو عمل شغل عمل شغل ومش او فركش ومبسوط وخلاص تمام فجأة سوشيال ميديا الناس عمالها تتكلم هو الموضوع ابتدأ في بوست انا بشكر في التاني في التالت انا من الناس اللي حريصة جدا ان اي حد اللي ما بيكتب له كلمة حلوة بيبقى عايزوا رد الكلمة الحلوة باضعاف لان ده بيسبب لينا احنا في وقت وعشنا وقت الناس مش عارفة احنا بنعمل ايه والناس مش بتدعم اللي احنا بنقدمه صح سواء مهنيا او انتجيا او وخلافه فكنت حريص ان انا ارد على كل الناس بس الموضوع وصل معي لمرحلة ان انا مش عارف ارد على مين ولا مين مش عارف اشكر مين ولا مين فحتى الان انا 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 زي ما قلت انا عاجز عن الشكر عاجز عن كل اسمة معاني الشكر اللي ممكن اوضحها واقولها لكل شخص احب الموضوع طب خلينا نستغل ده بشوي انت النهاردة ربنا اختارك انك تكون احد مترجم الاشارة اللي يلقى عليه الضوء اعلاميا الحمد لله في لحظة فريقة ما كنتش توقعها طبعا باللسان الصم وضعاف السمع لو عايز توجه رسالة للمجتمع المصري ودي ما اعتقدش انها لحظة حتيجة كتير تقول ايه المصريين كلهم محتاج ان انا اقول ان الاعلام المصري دوره مهم جدا في توفير الترجمة هو بالفعل بيحصل ده ولكن احنا مش محتاجين البرامج غير البرامج التنموية والبرامج الهارفة نية الترجم بلغة الاشارة على اقل كل محطة يكون فيها برنامج واحد بيترجم اشارة محتاجين ان الاعلام المصري يسلط الدوق ان يدعم السينما المصرية احنا مش طلبين غير مسلسل واحد في رمضان يكون مسلسل تاريخي بيتكلم عن مصر بيتكلم عن مسلسل يعني مسلسل وطني يترجم بالاشارة ده كان مطلبهم من اول ما الاختيار نزل الجزء الاول فيعني هو كلامهم ان هما نفسهم ان المسلسلات تترجم احنا بنتمح في اننا ناخد خطوة نترجم مسلسل واحد محتاجين نحقق الدمج احنا محتاجين نبتديها اصلا من مدرسة السينما ان هي تقول ان كدر الاشارة هو مش كدر بيأثر على العمل الفني احنا بالعكس احنا لو عايزين حقق الدمج ما ينفعش ان احنا نيجي نجيب الترجمة في جزء معانه ونقول لهم خدوا انت والجزء ده ليكم ونيجي نعمل الجزء ده ده لينا ونيجي في الاخر نتنع ان نقول الدمج انت دلوقتي بتباين التفرقة انت منين بتقول انا عايز قدمج الموضوع ومنين بتعمل فرق وبتدي ماتيريال هنا لوحدها وبتدي ماتيريال هنا لوحدها احنا ممكن نحقق الدمج في شغلنا وفي الحاجة اللي احنا بنعملها بعيدا عن ان في ناس كتير قوي عملت الحاجة دي وزي ما في حاجة مفقودة في حاجة كملتها واحنا في الاول وفي الاخر مشكورين ده ودول ابسط حاجتين ممكن نطالب